الخيارات الجماهيرية مفتوحة التيار الصدري لن يضغط على رغبة جماهير ولن يكون كاتم على رؤية جماهير وفق الدستور هاي رؤية العرار الشخصية هو الأمان هو ما يحتاج يضغط على الجماهير هاي رؤية العرار الشخصية هو بس يعطس وفق الدستور وفق الدستور لذلك إذا تلاحظ حضرتك انضباط التحالف الثلاثي بإنقاذ وطن بالأطر الدستورية كان واضح بمعيار عالي منذ إعلام نتائج الانتخابات وأنا قلت لحضرتك أذكر مرة قلتك ترى التيار الصدري ما راضي بهاي النتائج 73 إذا الجماعة ما راضين باللي حصلوه ترى التيار الصدري ما راضي والتيار الصدري بحسب حساباته عنده 91 مقعد أو 90 مقعد صدقني لكن قبل بقرار المفوضية وقال احنا خلاص هاي القرار ماشيين علي مشي على الأطر الدستورية والأطر الرسمية لحد هذه اللحظة الكل يسير وفق الأطر الدستورية وإن شاء الله نبقى على الأطر إذا خرج أحد من الأطر الدستورية هو يتحمل مسؤولية موسيقى 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 موسيقى